ومن العاصمة القاهرة ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور فهمي مرحبا بكم إلى أي محطة وصل العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة الآن أنا في تأديري أن هناك تشعف في المصارات التي يتم التعامل معها سواء دبلوماسيا أو سياسيا الموقف كما تعلم في مجلس الأمن بقى في دلالاته الرمزية بعد قرار الجمعية العامة لكن المصارات تتعقد وتتشابك بصورة كبيرة التركيز الآن على توفير أعمال الإغاثة والدعم والمساعدات والحديث عن صفقة للرهائن لكن من الواضح أن الطرفين يدفع بقوة إلى التصعيد وبالذات الحكومة الإسرائيلية مستوى العسكري يساعد لتحسين شروط التفاوض يعني ما تشاهده الآن على الشاشات من استمرار العمل العسكري وتصعيده بهذه الصورة الغير مسبوقة هو هدف تحسين شروط التفاوض بالنسبة لصفقة الرهائن والضغط على حركة حماس لمحاصرة خياراتها في هذا التوقيت بعيدا عن المواقف السياسية والدبلوماسية لا أعتقد أنه سيكون هناك اختراق للمواقف الدولي لكن ربما ستكون هناك بعض المواقف التي تعبر عنها مواقف بعض تظاهرات في بعض العواصم الأوروبية مراجعة بعض الدول الأوروبية لما وقفها بصورة أو بأخرى لكن يبقى الدعم الإسرائيلي هو العنوان الأكبر فيما يجري الآن والدعم الأمريكي اللامحدود وطبعا استمرار الأعمال الاستخباراتية في عمق القطاع ربما لإمكانية الوصول إلى الرهائن قبل أن تتم هذه الصفقة في كل الأحوال لا يوجد عوامل مسببة لإما الاستقرار الأوضاع أو تجمدها لبعض الوقت الوسطاء يتحركون في دوائر من السرية لاعتبارات متعلقة بما يجري لكن الحكومة الإسرائيلية والمستوى العسكري يساعد لتأكيد طبعا جدرته بإدارة المشهد مع التوقع بتصعيد العمل العسكري لكن من الواضح أن الدخول بالعملات البرية كاملة مستبعد حتى الآن كل ما جرى خلال الساعات الأخيرة هو دس نبض إجراء اختبارات حقيقية داخل مناطق التماثل السراتيجية محاولة لبناء قاعدة اشتباك في المناطق المستهدفة لكن من المبكر أن نقول أن العمل العسكري الشامل سيتم خلال هذه الساعات طيب هل هذا دكتور طارق فهمي هو السر وراء أن إسرائيل تقدم قدما وتؤخر الأخرى في هذا الاشتياح الحال البري هو طبعا هناك حالة من الانقسام في المستوى العسكري وداخل الحكومة العسكرية حول الأولويات التي يجب التعامل معها سواء كان بالعملات العسكرية الشاملة أو حتى عملية محدودة في عمق القطاع هناك طبعا رسالتين رسالة للإعلام وللجمهور الإسرائيلي وهذه تزاع بصورة مباشرة لمحاولة لتأكيد أن الإسرائيل لديها القدرة وهي الأبرهاند فيما يدور في المواجهة والمستوى الثاني هو التخوف من إخفاقات ربما تحدث وخسائر كبيرة فلا يستطيع الحكومة أن تسوقها كما تذكر حضرتك رئيس وزراء نتنياهو أكد في تصريح غريب ومسير خلال الساعات الأخيرة أنه لم يختر بطبيعة الحال بأن هناك عمل عسكري وما لا ذلك طبعا لأنه هناك دعاوة من الآن لإجراء تحقيقات طبعا هو الانتظار لبعد انتهاء العمليات لكن من الواضح أن هناك انقسام سياسي وانقسام عسكري داخل الحكومة وربما ما يؤجل هذا الأمر تخوفا من ردود الفعل السلبية والشداد المقاومة الفلسطينية والتخوف من سيناريو ربما لا يتحدث فيه كثيرون سيناريو آخر لحماس الشديد بما جرى في 7 أكتوبر دكتور أنت تفضلت بنقطة غاية للأهمية هنا كيف يقول نتنياهو أنه لم يختر ببعض العمليات هل هذا يعني أن هناك بعض العمليات العسكرية التي تتم دون علم بن يمين نتنياهو يعني سيدي على عكس ما هو الشائع المسؤول الأول وفق لي صلاحيات رئيس الحكومة أنه يختر بكل هذه العمليات بطبيعة الحال ويصدق عليها دون العودة إلى الكنيسة ولا للجنة الأمن والدفاع الأمن القومي فيها الكنيسة لكن هذا الكلام هو على المستوى الرسمي لكن على المستوى الغير الرسمي يجري الحديث عن تفاعلات مختلفة مجلس الحرب الذي شكل جاء دخلته عناصر عسكرية اختبرت في حروب غزة السابقة ولها خبرات كبيرة وعريقة في التعامل في القطاع وهي من تدير المشهد بالمناسبة بصرف النظر عن أن نتنياهو هو رئيس الحكومة لأنه في النهاية نتنياهو سيحاكم بالاعتبارات كثيرة بصرف النظر عن ما يجري إسرائيل تلتقط أنفسها للوصول إلى الهدف ثم بعد ذلك ستشكل لجان تحقيق هذا هو ما يجري في إسرائيل شبيب ما جرى طبعا بعد حرب يوم كيبور حرب أكتوبر وبعد يونيا فبالتالي أنت تتحدث هنا عن توجيه اتهمات محددة لكن الآن إسرائيل تلتف حول المستوى العسكري المستوى العسكري يخشى أن يحدث تحدث مفاجآت من قبل المقاومة الفلسطينية وتكون هناك تكلفة عالية لا يستطيع أن يسوقها سياسيا أمام جمهور يعاني من حالة انقصار حقيقية وحالة إحباط في المجتمع الإسرائيلي وحالة الشلل في المجتمع الإسرائيلي في هذا التوقيت يعني خسار الاقتصادية الآن مكلفة لإسرائيل يعني لا تصدق أن إسرائيل ذهب إلى نوزة خلوية في القطاع هناك حالة شلل اقتصادي محسوبة باليوم في إسرائيل وبالتالي هناك تدعيات ربما أو ارتدادات سلبية على الداخل الإسرائيلي المدن والمناطق الصناعية حياة المواطنين يعني فيه نوع من الخسار الأخرى المحسوبة فأي تقدير موقف للحكومة الإسرائيلية العسكرية التي تدير الأوضاع يجب أن تضع في اعتبرها ردود الفعل والمفاجآت التي يمكن أن تحدث في المواجهة وبالتالي في حالة ترقب أن نحن يعملوا على مصارين تراكوان اللي هو الخاص باستمرار العمليات العسكرية ومحاولة جس نب رد الفعل والتحركات في مناطق التماس المستهدفة والهدف حتى غير متفق عليه هل إقامة كانتونات ومناطق معقمة في شمال القطاع أو الحديث عن بوفرزون أو منطقة ميناء أم خيارات أخرى بطبيعة الحال يدركها ويركز عليه العسكرين والمصار الآخر هو العمل الأمني الاستخباراتي داخل القطاع نفسه من خلال دعم أمريكي استخباراتي على أعلى مستوى بالمناسبة وبريطاني يعني هناك تعاون سلاسي داخل القطاع لمحاولة للوصول إلى الرهائن بصورة أو بأخرى بالتالي تأجيل أيضا العملية العسكرية وعدم تطويرها بهذه الصورة يشير لحضرتك إلى هذا إعطاء فرصة للعمل الاستخباراتي إعطاء فرصة لإعادة تقييم المشهد العسكري إعادة ترتيب الخيارات الإسرائيلية وبالتالي يبدو هذا الأمر ما بين قسين في حالة من التردد التخوف من الإخفاق مفاجآت حماس لا تزال قائمة برهم كل ما يجري وبالتالي هنا الحديث عن الانتظار الانتظار هذا معناه مكلف للحكومة الإسرائيلية مكلف اقتصاديا مكلف فيه للداخل الإسرائيلي طيب دكتور سنأتي لمناقشة الضغوط التي ربما يتعرض لها الآن رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو ولكن دعنا أولا نناقش النقطة الخاصة باستعانة الولايات استعانت إسرائيل بالمخابرات الأمريكية والبريطانية ما الذي يدفع الاحتلال الإسرائيلي لأن يعتمد على المخابرات البريطانية والأمريكية في حين أن تل أبيب لديها جهاز مخابرات تتباهى به على مدار سنوات طوال يعني سيدي لا تتوقف أمام المزايدات الإعلامية والشهول الإعلامي لدى إسرائيل أجهزة معلومات بالفعل هي تسوق لها أنها قوية وأنها تستطيع أن تخترق أي قطاع في العالم وبطبيعة الحال دخلت في مواجهات حروب الزل مع إيران وفي الإقليم وغيرها بطبيعة الحال هذا ما يسوق بصورة أو بخرى لكن إسرائيل الواقع يقول أنه خلال العامين الماضيين حدث تطوير في خطة تطوير الجيش الإسرائيلي مع التركيز على المهام الجديدة للاستخبارات العسكرية أمان وأيضا الموساد بالإضافة إلى جهاز الأمن الداخلي شباك فهناك مراجعات لأجهزة المعلومات وكان هناك تأكيد على أن مجمع الاستخبارات العام المعروف باسم الموساد ليه وبيضم كل الأجهزة أنه يحتاج إلى مراجعة مهام وصلاحيات وكل هذا يشير إلى أن إسرائيل ليست بهذه الصورة التي تسوق في العالم بأنها لديها المعلومات ولديها الإمكانيات لابد أن تحتاج إلى الولايات المتحدة والولايات المتحدة لم تهبط على السماء في غزة إنما هي موجودة بطبيعة الحال وهناك تواجد أمريكي في شمال إسرائيل هي شبه قاعدة موجودة في هذه المناطق تبادل أمني، لوجيستي، استخباراتي وبالتالي تأتي وتعمل القضية ليست فيهم قوات دلتا الحديث الإعلامي عن قوات دلتا ليست قوات دلتا فقط هناك وحدات مشتركة بتعمل وفق برنامج مشترك يعني موقع بين البلدين منذ أكثر من عامين وفق برنامج الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبين تل أبيب فبالتالي ليست دلتا فقط إنما هناك تعاون في هذا المجال وحدات يونيتس بتشتغل على الداخل، بتشغل على مناطق التماس بتشغل في جبهة الشمال لها تواجد على الأراضي الإسرائيلية وبالتالي في جزء مما يجري بطبيعة الحال هو دعم قدرات إسرائيل دعم قدرات إسرائيل ليس فقط في الاستحضار الرهائن أو الأسرة حضرتك تعلم للحظات أخيرة قبل إتمام صفقة جلعات شاليد كانت إسرائيل تبحث بأمنها واستخباراتها في الوصول إليه بعد رغم مروف ست سنوات كانت عليها حتى الأسرة الموجودين في فلاد حماسة من الصفقة التي لم تتم أعتقد أنه لم ينجح الإسرائيلين في الإيتيانبيا ففيشو تركيز أيضا على الدور البريطاني البريطانيين دخلوا على الخط لدعم الولايات المتحدة كل هذا يشير إلى أن التعاون الأمني الاستخباراتي بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة وبين أيضا بريطانيا هو هدفه الرئيسي هو الوصول للرهائن حضرتك تعلم أن الرهائن من جنسيات مختلفة وكل دولة ستبحث عن رعاياها بعد قليل إذا طال الملف يعني الروس سيتفوضون على أسرائهم من خلال علاقتهم بحماس وأنت تعلم أن علاقة حماس بروسيا علاقة مباشرة وهكذا ستفعل الدول الأوروبية وكل طرف سيبحث عن رعايا حتى الولايات المتحدة بعد قليل سيتم توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي بأنك لم تأتي بالقتل الأمريكيين ولم تأتي بالرهائن فالجميع هنا سيبحث عن هذا الملف إلى حين أن يحدث توافقات وهي ربما تتم صفقة فكل طرف يبحث على الإفراج عن الرهائن الخاصين